سيارة اليوم لدولة الرئيس لتوضيح مسألة المرسوم المعد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين هذا المرسوم وقعه وزير المال وهذا المرسوم لا يعطي كل القطاعات والمؤسسات العامة والمصالح المستئلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتليفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعطي كل من ذكرت حقوقه لذلك وجب إعادة النظر بهذا المرسوم طبعا دولة الرئيس كان كتير متجاوب أوعز لسيادة الأمين العام لمجلس الوزراء السيد محمود مكية متابعة الموضوع مع وزير المال ومع الاتحاد العمالي العام من أجل إعادة صياغة هذا المرسوم بما يشمل كل الذين ذكرناهم واحد هايدي طلبنا ثانيا كمان مرسوم النقل التسريع بمرسوم النقل للقطاع العام طلبنا أيضا بتسريع مرسوم النقل للقطاع الخاص كمان المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص أن تدفع بسرعة وأن يصرح عنها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضروري أن تصير هذه الأشياء بسرعة قبل الأعياد وطلبنا أيضا أن يكون هناك تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية وأن يكون بحدود مليون وخمسمائة ألف ليرة شهريا لكل فرد عسكري لحتى يتمكنوا من القيام بوجباتهم والالتحاق بسكناتهم بهذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها طبعا كمان كانت جولة أفق حول الواقع اللي عم نعيشه صعود الدولار الغلاء الفاحش بالمواد الغذائية الغلاء الفاحش بالمحروقات بالأدوية جولة أفق حول كل هذه المواضيع وضرورة أن يكون هناك ضرب يد من حديد حتى نتمكن من تحديد أسس حد أدنى من أسس العيش اللائق للشعب اللبناني بهذه المرحلة شكرا شكرا